يبدو أن عام 2023 ومنذ بدايته ينذر بالعديد من الكوارث الطبيعية حيث يشهد هذا العام خفاضا في موسم الأمطار تحديدا في إفريقيا ويبدو أن منطقة القرن الإفريقي تواجه موجة جفاف حادة قد تكون الأسوأ منذ عام 2011 بحسب ما أكده مركز التوقعات والتطبيقات المناخية في الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد التي تضم ثمانية دول في شرق إفريقيا وبحسب توقعات المركز الإفريقي للمناخ فإن موسم الأمطار خلال الأشهر الثلاثة القادمة قد يشهد هطولات أقل من المعدلات الطبيعية لنفس الفترة من العام بالإضافة إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة مضيفا أن هذا الموسم قد يكون سادس موسم للأمطار على التوالي بدون أمطار وتساهم الهطولات التي تسقط في موسم الأمطار بنسبة كبيرة تصل لستين بالمئة من إجمالي الهطولات المطرية خلال العام بأسره في منطقة القرن الإفريقي التي تضم جيبوتي وإثيوبيا وإريتيريا والصومال وأجزاء من كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا بالإضافة إلى بروندي ورواندا وتنزانيا هذه التوقعات تأتي لتؤكد مخاوف خبراء الأرصاد الجوية ووكالات الإغاثة الإنسانية من أن هذا الجفاف غير المسبوق من حيث المدة والشدة يمكنه أن يتسبب بسرعة في كارثة إنسانية تتمثل في تهديد 23 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويعتبر القرن الإفريقي من أكثر المناطق تضرورا من التغير المناخي إذ أنه يشهد بصورة متزايدة أزمات أكثر تواترا وشدة وتسببت مواسم المطر الشحيحة الخمسة الفائتة حتى الآن بنفوق الملايين من رؤوس الماشية وخراب المحاصيل وأجبرت ملايين الأشخاص على مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والكلأ في أماكن أخرى